على النقيض من جهود المجتمع الدولي وحرص الشرعية على السلام هدد زعيم ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية الإيرانية بخوض جولة حرب جديدة ضد الشعب اليمني ودع المدعو عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أنصاره إلى رفع الجاهزية والاستعداد لجولة قادمة من الحرب وعدم الاعتقاد بأن الحرب قد انتهت ووجه الإرهابي الحوثي الأجهزة التابعة لميليشياته بقمع أي احتجاجات في المرحلة الحالية تحت لفتات المطالب الحقوقية التي قال إنها تدفع الناس باتجاه الفوضى والانفلات وتصرف الناس عن الاهتمامات الرئيسية المتمثلة في العدوان على اليمنيين وهجم الحوثي الأصوات المتصاعدة من داخل صفوف ميليشياته وشركائها الذين يطالبون ببعض الحقوق كصرف المرتبات التي قطعتها الميليشيا الحوثية في مناطق احتلالها منذ سبتمبر 2016 وقال مراقبون إن كلمة الحوثي تؤكد عدم إيمانهم بخيار السلام كما تؤكد بأنهم يستغلون الهدنة للإعداد لمواجهة جديدة من الحرب الإجرامية على اليمنيين اشتركوا في القناة